نجح منتخب نيجيريا في التأهل إلى نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا كود ديفور 2023 بعد الفوز على منتخب أنجولا بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات دور ربع نهائي سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب لوكمان في الدقيقة الحادية والأربعين من عمر الشوط الأول وتنتظر نيجيريا الفائز من مباراة جنوب إفريقيا والرأس الأخضر اليوم هذا وتتوجه أنظار الملايين من محبي كرة القدم الإفريقية إلى ملعب شارل كونان باني لمتابعة مباراة رأس الأخضر وجنوب إفريقيا في آخر مباريات الدور ربع نهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية يواجه جنوب إفريقيا بقيادة نجم الأهل برسيتاو نظيره الرأس الأخضر بحثا عن إنجاز جديد في أمم إفريقيا والعودة في الألفية الجديدة إلى منصة التتويج في المقابل يسعى منتخب الرأس الأخضر إلى تخطي دور السمانية الذي وصل إليه لأول مرة في تاريخه بنظام 24 منتخبا في كأس الأمم الإفريقية وفي دور السمانية أيضا يلتقي منتخب كوديفور نظيره المالية اليوم على ملعب السلام في مواجهة تحمل الإثارة والندية ويعد منتخب مالي من الفرق المرشحة حاليا للتتويج باللقب بعدما تصدر مجموعته برصيد خمس نقاط بعد الفوز على جنوب إفريقيا والتعادل مع ناميبيا وتونس ثم الإطاحة بمنتخب بوركينافاسو في دور الستة عشر بينما يدخل المنتخب الإفواري اللقاء ولا بديل أمامه سوى الفوز بعدما نجح في تصحيح المصار والعبور إلى هذا الدور بعد تخطيه عقبة المنتخب السنجالي في دور الستة عشر بركلات التربيح